اشتركوا في القناة 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 كلنا وهذا الشيء كتير بيبين على الشاشة. هلأ يعني زينة معاودة يعني التوسق مخرجين وكتاب تشتغلي معهم. أنت بتكتب مرات عندك رأيك عطول بفوت. كنت سهل أن تفوت على مشروع كممثل فقط بدون أي أو كان عندك كمان شوية كم كلمة من هون. أنا طبعي حشور عرفت يعني كنت دايما مثلا روحا تقلي مثلا أكيد ضمن احترام لحدود تبعي لأنه هو المخرج بس جرب انه ليك هون مثلا هاك شو رأيك وهو كتير لازيز لأنه بيسمع وهايدا بالناس كمان مثلا مثلا لكي أنه بس أنه أكيد مش شيء ماجر شيء ببعضه ضمن شغل اللي ممثل لأنه وتكون عممثل بحترم أنه أنا هلأ عممثل وما بدي فوت على يعني مني ديستجن ميكر عرفتشو فبحترم هيدا الشيء وبشتغل على أساسه. ايه بس بكوب من جوة محلق. مين بيوصر الرلاكس أكتر على لسات عبوكرا؟ ناينتنا. لا أجمالا مزينا. أنا كتير بوصر ريئة رواء عم سمع ميوزيك جي فؤاد. كانتوا تعرفوا بعض قبل تصويرها الفيلم؟ منعرف بعضنا هيك مسلمين على بعضنا يعني منعرف بعضنا من الدومان انه بخضرها وتتحضرني هيك. بس ما كنا أصحاب. بس ما كنا أصحاب لأكيد كان في احترام متبيضة لكم ممثلين. ولكن بتعطي الوهم انه لما بتجتمعوا بعمل انه ما يكون في هالكاريزمة اللي تزهر لاحي أن الدلفين. يعني بتعرفوا انه لا راح يمشي الحال انه فيه كامستري فيه كاريزمة بيننا. لكن صراحة أنا من أول قعد مع زينة ومن أول ريدنج عملناه كثير ارتحت. لان اوقات ما بنعرف لما نشوفكم بمشهد سوا على الشاشة. اكزاكلي. ويا منحبكم يا أما ما منحبكم نحنا كمشاهدين. لا كتير كتير كانت الكامستي السريعي يعني أول ريدنج عملناه حسيت بخي. لأنه دجا بتحس يعني إذا بدك المكتوب ينقرى من عنوانه يعني دجا حاضر زينة بكازا شغلة وحببة. وبعرف الباكراون تبعه يعني سقفتها وقدي شي حدا فهمين ها الدمان وقدي حدا موهوب فبتقولي انه على الأرجح لح تكون القصة الزابطة وتتأكد دغري من أول خمس دقايق يعني. يعني عرفتها فمغم أخير حال. خلالنا جلبنا نخلق شي لازيز كمان قبل. وكمان قصدنا نصير رفقة كمان قبل الفيلم كمان ما نكون في حياة. تكون الجو هالأد مرتاح للتصوير؟ نعم تنسون انه اه 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 ساكنت دائما منتعزمنا على الغضا هي. خلطت بخلق بيدا. لكن الوالدي هون مرجع لتحيي كمان. بدنا نحكي شوية عن غير أعمال انتو تميزتو فيها والأدوار اللي قدمتوها واهتماماتكونا وهيوياتكونا كمان الخاصة ولكن بدنا ناخد بريك أصير ونرجع. موسيقى زينة مكة وفؤاد ديمين أبطال فيلم بينجو موجودين معنا بستوديو لايف اليوم. هلو ايجين. فؤاد تلحق بين سوشال ميديا وبين شغلك بين مسرح وبين سينما. شي يانان. لك كتير اذا بدك حياتي ديكاتد للشغلة. عرفت فمشان هيك ما كتير بعمل شي تاني بشتغل. فمش نجول عام كيف عم تلحق ما معندي شي تاني. عرفت. هلو سوشال ميديا أنه أنا مني كتير اكتف بس الأغاني اللي بعملهم كتير بيطلع لهم فيوورس. فبيفكروا العالم أنه أنا كتير اكتف. بس الفاكت مني كتير أنه بضل نقاعد على السوشال ميديا. وشغل الباقي معوض من زمان وجهي قصم كتير وقت بين شيء نقان بين سويل فيلم. بين مسرح بين موسيقى بين كل الأصص اللي بعملها. بس أنه ما معنبع شي تاني يعني. وبين كل الأصص اللي عملتها كلنا حبيناك كتير وتميزت بفيلم كتير كبير. تانكي. اللي حق نجاح مش بس بلبنان إنما كمان بالخارج. وحصت عدد من الجواز المحلية والعالمية والخير لقدام كان مفاجأة لإلنا مفاجأة كتير حلوية. مثل ناس متهوى لأنه ما رأيت كم سنة لأفرام اللبنانية ما كانت على المستوى المطلوب. وأنتوا فجأتونا من كل النواحي يعني عمل متى كامل. كنت نتوقع عن نجاح لهالفيلم فؤاد لما بلجتوا بتصويره؟ صراحة أقول لك ليلة. شو اللي ميزوا؟ وقتها تعرفت عمير جان المخرج وحضرنا الفيلم الأصير اللي عامله. اللي هو طور كان اسمه فيلم كبير. صحيح. كان فيلم تخرج لأه بالجيمة. طور تأسير فيلم كتير. حضرت فيلم كبير حسيت انه شو حلو هالسبرت تبع هذا الفيلم. وكنت عارف انه رح ينجح مع انه ميجامل انه معروف. المنتجين من انهم معروفين. ولا معظم نظرين. ولمسلين كمان معنا يعني عرفته مش انه في هالأي ستار. عرفته بس كنت عارفت لانه كتير صادق. والعالم بتحب الشي صادق. لانه عم نفرج حقيقتنا عم نفرج. نواقع مجتمعنا. صح. كيف ننحكي وكيف نلبس وكيف نتصرف. عرفته لانه في مشكلة بالدراما اللبنانية. وبالسينما اللبنانية اجمال انه كزابة. شي شي بنقسره على على الطريق. صحيح بالتصوير. بتفرج الصورة وهيك. بس مش هالحقيقة وقتها. هيدا الفيلم. هلقات كان حقيقة. انه اه. اه عن جد. اه نحنا ايه منصب. اه ايه مظبوط. احنا منقولك. هيك منلبس ما منظلنا حلوين كل وقت. اه بيوتنا هيك فقيرة. ماننا كلها فيلال يعني. فهذا الشي العالم كتير تعاطيت معه وحبته. زينة اخر مرة كنت عنا بعد تصور كنا صور رولا. وانا لما استضافناك كمان. حكينا عن مشاريعيك. حكينا انه كان عابلك يكون عنديك دور اكبر بالاخراج. نعم . نعم فليم ، نعلم افليم والتطور صور دراما لبنانية. May we watch another we flash Shakespeare in that encounter. انت درستي مرة. جميله درستي هيا WuKَ انا درستي va. ومن بعد الانترويو صورت فين كنيه في أكتوبر و Time Undead instant movie. ومثلت فيه كمان . عندما ن suasena المرة وم magazines. atust production discovered. وهي ها يكتب أولا 45 Toronto highlight scienma. يكون أولا قمر بس instagramو jotka وعم بشتغل على هيدا الشي. صرحتي إنه رح تبتعضي لفترة حتى تركزي على الكتابة. هل بكل هالسولي بتقدري تنسح بي من الأضواء زينا؟ ما عنديك مشكلة؟ ما عندي مشكلة لأنه ما فيك تكون كتير دادكيتد لشي. يعني أنا عم بكتوب. الريزن ما عم بيخليني كفة هو إنه عم بيخد برودج. سو ما في أعمل شي إلا أني بعد شوي زيح شو سنة وارجع. فما عندي مشكلة أبدا لأنه بدأ دادكيشن بسطة. ما فيك تكون عم تخدي مئة ألف برودجيكت وفي ذات الوقت أن تكتبه. فوآد متعدد المواهب. يعني إذا بنا نحكي عن كل أعمال كل هوايات. كل الإشاة اللي بتشغلك. أول شيء. عد الأزياء والطب. هيا 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 أكتر شي لك حلقة. هيا خليلها حلقة مقبلة. بتغني بتعزوف عم تحضر عمل فني ألبوم. هلأ في نحنا أنا عند الباندي اسمه مين. مين؟ بنعمل الرب اللبناني. مين؟ مين؟ نعمل ديناميًا أنا أعرفت مين مين أين مين. فهلأ الألبوم هلأ صار بمكسنج وماسترنج. فأعتقد من هلأ إلى شهرين بيكون صار جاهز ونزل على الأسواء. عزينة. فكتت ش راح تكتبلنا على الوالة فيم؟ مين؟ أكيد. تابنا ننتقل نحنا وإيكم على الوالة فيم. زينة بتعارفي أنت فؤاد، أول مرة بتمضي معنا بتسويل. أول مرة. هل تترك لنا جملة؟ كنا نحب أن نتغني لنا شيء لأنني أعرف أغانيك لدعا لكنني بدأ القتار هناك نحن بحاجة لدعا نعم نجال بألمشين من فترة لأخرى أنت متهمة فؤاد بحب ميرفا قاضي صح خاصة من بعد ما تبدلت وهل البوسة الحميمة أخيراً لعرفت أنه أخذت كل الليلة تصويرها هل أنت تجس ترنز مثل ما بتقول أو ما فيه دخان بالانار؟ لا، كثير رفقة أنا وياها وأبداً ما فيه شيء يعني وهو لأنه ما فيه شيء كثير زابطة لعلاقة عرفتك؟ كثير حلوي كثير حلوي طوالته بالتصوير لك هو هذا المشهر كثير ربطت فيك خفت تترددت؟ أول مرة متشو ببوصة من هالنوع أنا خفت ترددت؟ دمعت أنت كم بدك فيلم مش دعاية كسب تبك لا، هنا صلاحة بتعرف أن هيدا ثلاثة ارتجالية لا يمكننا التفقين لها هناك لقطة من اللقطات حسنا، لحظة الكل وقف هكي المخرج، إنه حسنا هايها هايها، حبيتيا زينة للدعاية؟ ايه؟ ايه طالت عمعي دي خير غيرت شوي؟ لا، ما غيرتي؟ لا، أتمنى له كنت موفق فؤاد بدنا بوصي هلا على الهوس أنتو حرينك فؤاد، ما رح تكتب لنا؟ نحنا بهالوقت بدنا نقول حسنا، فؤاد رح تترك لنا؟ حسنا، حسنا، لازلنا بكرة عيدة اللعبين المئة شكرا، ألباء وإن شاء الله في السنة تحقيق أحمام أكتر ومشاريع هيك قريبة على قلبي على الإشة اللي بتحب فعلت عملية إن شاء الله، حسنا، حسنا إيه، عمدي، عمدي، أنا محباً لتحدث هذا إن شاء الله خير ناطرين، إشة كتير حلوة منك وفيك تتوقف قد ما بدك لأنه رح ترجع بأعمال أقوى وشكرا لألك فؤاد انبسطنا فيك كتير نشوف تحت لها وشرحتك كلها شكرا للكم مشاهدينا حلقتنا خلصت نشوفكم على ردة بكرة ساعة 2.30 الصبح بقيت نهار ممتع باي باي